السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة كورا سبورت اهلا وسهلا بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها عن الاهلي ولا غير النادي الاهلي علشان القناة دي معمولة لكل جماهير النادي الاهلي للرد على الاكاذيب للرد على الاشعاع المغرضة ضد النادي الاهلي ونتكلم طبعا عن اخبار النادي الاهلي طبعا كل جماهيرنا وعشاء كورا سبورت وعشاء النادي الاهلي في كل مكان لكل صهران الكل الآن دايما دايما مباريات الأهلي والزمالك بيبقى في سنة قلق حتى لو أنت متعود على الفوز الدائم على نادي الزمالك ولكن مباراة النهاردة هي مباراة صعبة بسبب الغيابات الكثيرة في صفوف النادي الأهلي النادي الأهلي عنده حدس ولا حرك حوالي عشر لاعبين أساسيين غايبين النهاردة عن مباراة النادي الأهلي ولكن الأهلي دايما عودنا 11 راجل في الملعب 11 أهلاوي في الملعب يسدوا عين الشمس فالأهلي بمنحضر بإذن الله وإن شاء الله الفوز يكون أهلاوي النهاردة النادي الأهلي عمل حاجة مهمة جدا جدا فرد السرية التام على التدريب الرئيسي بالنسبة له النادي الأهلي ومباراة الدربي مع نادي الزمالك الموقع الرسمي النهاردة لم يذكر أي شيء خاص بتدريبات النادي الأهلي واكتفى بنشر القائمة فقط قائمة النادي الأهلي للمباراة وهو قائمة اللاعبين المستبعدين من هذه المباراة ولم يتحدث من قريب أو من بعيد عن أي شيء يخص تدريبات النادي الأهلي النهاردة وإذا طبعا بطلب من المدير الفني السويس ريني فيلر اللي دايما بيكون قبل المباراة المهمة المباراة الحاسمة دايما بيفرض سياج من السرية التامة على تدريبات النادي الأهلي النهاردة وقائمة النادي الأهلي اللي تم إعلانها بالنسبة له كابتن الخرم الخرم دايما زي ما قلتلكوا قبل كده هو بيستنى أي حاجة كله عارفين من هو الخرم طبعا بيستنى أي حاجة عشان يهاجم الكابتن محمود الخطيب ولكن لأن احنا داخلين على مباراة قمة مفيش حاجة تمسكها تهاجم بيها الخطيب ولا أي قرار صاد أصدره الخطيب تهاجمه به فطلع الخرم النهاردة يتكلم عن ناديها المفضل بعد النادي الأهلي وهو نادي الزمالك اللي بيحبه وبيعشقه وإحنا واثقين من كده على فكرة وأنا أبصم بالعشرة إن الراجل ده بيحب ويعشق الزمالك بعد الفلوس الزمالك بعد الفلوس مش النادي الأهلي هو النادي الأهلي بالنسباله كان حاجة كده مصلحة سبوبة اتقفلت في وشه فخلاص نروح للسبوبة والمصلحة التانية وهي نادي الزمالك الخرم النهاردة بتكلم على إن أخطر لاعب في تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع نادي الزمالك هو مصطفى فتحي مش بس كده لا الخرم بيقول إنه لما كان بيشوف مصطفى فتحي في الملعب ويعرف إنه هو في التشكيل الأساسي كان بيقول عليه العود ومنه العود والمباراة هنخسرها قدام الزمالك بسبب مصطفى فتحي عاد تدور هو مصطفى فتحي كسب النادي الأهلي كان مطش هو مصطفى فتحي عمل إيه قصاد النادي الأهلي عشان الخرم النهاردة يطلع يطبل لنادي الزمالك ويقولك أخطر لاعب في مواجهات الأهلي والزمالك هو مصطفى فتحي أمال بقى حسن شحاتة كان إيه؟ أمال فاروق جعفر كان إيه؟ أمال الناس التؤال في نادي الزمالك كان إيه؟ أمانويل أمونيكي كان إيه؟ اللعيبة الخطيرة دي عمر إزاكي كان إيه؟ حسام حسن لما كان بلعب في الزمالك كان إيه؟ لما تيجي النهاردة تقول لي أصلي أخطر لاعب واجه النادي الأهلي عبر التاريخ هو مصطفى فتحي عمل إيه مصطفى فتحي في مواجهات الأهلي والزمالك؟ هي مباراة الكاس بس مباراة الكاس بتاع ترامي ربيعة اللي جماهير نادي الزمالك هتفضل عايش عليها مليون سنة لقدام موضوع الترقيسة بتاع ترامي ربيعة وجاب الجون وكسب الزمالك كاس مصر بتاع خالد جلال بس عمل إيه مصطفى فتحي بعد كده قدام النادي الأهلي ما عملش حاجة لعب أكتر من مباراة وكان بيخسر كان آخرها نزل في مباراة السوبر تلاتة اتنين النادي الأهلي اللي كسب الأهلي تلاتة اتنين ما عملش حاجة لا ركبنا خبطت يمي 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 يم ولا أي حاجة فإيه لازمته يا خرم النهاردة اننا اطلع في برنامج تليفزيوني بدل ما اشجع فرقة النادي الأهلي واقول كل الدعم اللي لعبت النادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي قدهه قدود ولعبت النادي وادعمهم نفسيا في ظل الأزمات والغيابات اللي موجودة والمشاكل اللي موجودة يطلع الخرم علينا بدل ما يشجع فرقته يقولك أنا أخطر واحد بخاف منه هو مصطفى فتحي ومصطفى فتحي بيسبب لي أزمة وأخطر واحد عبر التالي طيب بالنسبة ليه الناس المحترمة بقى واحد زي حلم طولان بالرغم انه مش أهلاوي ولكنه محترم يعني لو جبت حلم طولان والخرم حطيت ده في كفة وده في كفة في الاحترام للنادي الأهلي هتلاقي الكفة بتاعت حلم طولان في احترامه الزائد لإدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب الخرم ما يتحطش قصاده حد لأنه لا قيمة له على الإطلاق كابتن حلم طولان اتكلم النهاردة عن محمد شريف محمد شريف قال لي كل الإعلام الأصفر مش أصفر معناها زمال إسماعيلي يعني لا الأصفر الصحف الصفراء والإعلام الأصفر بقى له مكتر من كزا يوم محمد شريف في بيرامدز محمد شريف وقع في بيرامدز منهم طبعا إسلام الكاذب اللي ما بيتنفس دايما النفس بتاعه ما يقدرش يتنفس غير الكذب قال إن محمد شريف وقع في بيرامدز ومحمد شريف خلص في بيرامدز النهاردة الزمالكاوي المحترم حلم طولان قال إن محمد شريف ملك للنادي الأهلي مش ملك لأي نادي تاني ومفيش أي مفاوضات مع أي نادي آخر لأن اللاعب ملك للنادي الأهلي ولا يحق لأي نادي التفاوض مع محمد شريف طيب ده بخصوص كابتين حلم طولان المحترم تعال نروح لإبراهيم سعيد محدش يقدر ينكر إن إبراهيم سعيد واحد من المدافعين اللي كان المفروض هيكون له مستقبل باهر في الكرة المصرية لكن هو أثر في حق نفسه وأثر في حياته وما كملش مش هقول إن إبراهيم سعيد هو أحسن من المدافعين اللي موجودين في الكرة لكن كان هيبقى له مستقبل ولكن زي ما أنت عارفين اللي حصل إبراهيم سعيد دلوقتي بيحلل في الفضايات النهاردة إبراهيم سعيد بيتكلم على مروان محسن وبيقول إن مروان محسن مالوش أهمية كلاعب في الملعب وفي حالة مشاركته في مباراة النهاردة بيطالب محمود علاء بالزيادة الهجومية سيب الدفاع واطلع وكمان سيبوا لوحده ويجنش أو محقمد أبو جبل لو أنت وقفيت في الجون اطلعوا برضه وصيبوه هو مش هيشوتها في الجون ما تخافوش طبعا فيه فرق بين الانتقاد إنك تنتقد أي لعب ومستوى وتحلله وتتكلم فيه مش مشكلة فاش حاجة كل الناس بتنتقد وكل الناس بتتحلل أداءها وبيكون فيه سلبيات في أداءها لكن إن يصل الانتقاد ويتحول الانتقاد والنقد إلى سخرية واستهزاء دي اسمها إلة أدب ملاش غير كده لما يطلع أي ناقد رياضي أو لعب كورة ملوش شغلانة يطلع يحلل في أي قناة بقرشين تمام ويتكلم عن أي لعب والله بتكلم على أي لعب مش لازم بس مرواب محصن بالاسلوب القذر ده والتاري عليه واستهزأ منه أنت مش ناقد رياضي ولا تعرف حاجة عن الكورة لأن الكلام اللي أنت بتقوله بعيد عن الكورة تماما ده نحطه في منطقة قلة الأدب وقلة الزوق وقلة الإيماء لأن ده لعب كورة أكيد بيتفرج عليك أو أكيد حد بيقوله فلان الفلاني بيقول عليك كذا فأنت بتأثر في نفسيته وتأثر على مستوى وبتحطمه فأتمنى من الأخ إبراهيم سعيد خلي بالك من انتقادك إذا كنت عايز تنتقد كورة طيب كلمنا قبل كده عن باجي وقلنا إن مفيش أي أهلاوي على وجه الأرض إلا بيتمنى إن باجي يلعب بكرة أساسي قدام نادي الزمالك لأن الجونة اللي سجله قدام أسوام بنى جسر من الثقة بينه وبين الجهاز الفني وبينه وبين جمهور النادي الآهلي خلي بالك قليو باجي لحد الآن مجابش نص فورميته مجابش نص مستوى الراجل لعب مع النادي الأهلي أربع مطشط مش أربع أساسي ما بدأش الأربع أساسي لا لو معدل مئة حاجة وتلاتين دقيقة اللي لعبه يعني يعتبر مطشين يعتبر مطشين اللي لعبهم عمنا باجي لو حسبناها يعني بالورقة والقلم عمل ليه باجي في الأربع مطشط اللي لعبها؟ سجل جنين وعمل اتنين أسست وجاب لك دربة جزاء قصاد سانداونز جاب لك دربة جزاء قصاد سانداونز كانت اللي فتحت لك الطريق للتأهل للدور قبل النهائي ضربة الجزاء اللي ضيعها باجي قدام الزمالك في السوبر المصري هتبقى أكبر حافز ليه ودافع ليه أنه يثبت نفسه في مباراة الغد ويعوضها ويبزل مجهود مضاعف في مباراة بكرة عشان ينال أو يزيد من جسر الثقة مع جماهير النادي الأهلي كل الدعب الباجي فخر السنغال يا رب يا رب كده يبقى حاجة كده حاجة زي فلافيو في النادي الأهلي طيب رئيس أحد الأندية في مصر جاب واحد ربنا كرمه وجاب بيع طبعا بيبيع تين جابه وعينه في الزمالك أو في النادي ده وتمام حلو قوي حاجة كويسة وأنه يبيع يقف يبيع في النادي ده حاجة كويسة لكن يا ترى يا هل ترى الموظفين اللي هم الخمسة في المية في النادي الكبير ده اللي هو في أحد الأندية مرتبات الخمس شهور اللي محصلوش عليها لحد النهاردة واللي تقريبا ممكن توصل ل 12-13 ألف جنيه اللي هم موظفين خمسة في المية عارف يعني ايه خمسة في المية؟ يعني اخواتنا من زاوي الاحتياجات الخاصة زاوي الاحتياجات الخاصة تخيل حد من الاحتياجات الخاصة بقاله أربع خمس شهور ما بيقبط شي طيب في نادي برضو في أحد الأندية الكبيرة عايزين نعرف ايه سبب فصل اكتر من 600 موظف وعامل في النادي الكبير؟ عايزين نقرف ايه السبب ان رئيس النادي يقول لموظف بالنص كده امدى على استقالتك واخد فلوسك وامشي من الدنيا هل ده يعقل؟ هل ده الرحمة؟ واحنا اذا كنا النهاردة بنتكلم على الراجل بيع التين اللي على راسي من فوق والراجل رئيس النادي اللي جابه حطه في النادي ده شغل لفتة طيبة وكل حاجة اوكي لفتة طيبة وكل حاجة ولكن الموظفين اللي هم موجودين في النادي ما بيحصلوش على رواتبهم الموظفين الستمية اللي رئيس النادي مضاهم على استقالتهم الست العاملة اللي كانت بتشتغل في النادي قبل كده ومن القهرة بتاعت الاقالة بتاعتها وبقاش لي مصدر رزق تاني توفت هل ترى ده برضه من الرحمة والطيبة والقلب البيض ولا ده نسميه؟ طيب بالنسبة ليه احمد الشناوي احمد الشناوي خدم النادي الزمالك عشرة مليون جنيه عشرة مليون جنيه من نادي الزمالك بحجة التجديد ووقع على التجديد وبعد كده انتقل ليه بيرامنز رئيس نادي الزمالك دائما ما يخرج فيه تصريحاته ان احمد الشيخ جلس مع الخطيب وان احمد الشناوي عفوا باع المطش للاهلي وفوت المطش للاهلي واخسرنا بسبب التفويتة والحقيقة ان كابتن محمود الخطيب لم يجلس مع احمد الشيخ وكانت الخطة ان الساد تركي هياخد احمد الشناوي يوديه نادي سعودي ويرجعه من نادي سعودي على النادي الاهلي طبعا رئيس النادي بدل ما يتكلم على العشرة مليون جنيه اللي اتخدوا منه واللعيب خدهم خلاص والدحك على النادي في عشرة مليون كل ما بيطلع في التصريحات يقولك اصل الاهلي قعدوا مع الشناوي والخطيب قعد مع الشناوي ويقعد يضيع الهدف الاساسي اللي هو العشرة مليون ويقعد يتكلم في حجة تانية خالص والخطيب بريء تماما من هذه الجلسة ولو مش مصدقين اسأله تركي الشيخ خلصت اخبارنا خلصت حكايتنا يا رب النصر للنادي الاهلي بإذن الرحمن شكرا ليكم وسلام عليكم